عماد متعب بينتظر ده موقع كورة بقى باش ونس عماد بينتظر عرض التعاون السعودي وبيقول الموقع انه سناء الاهلي في الطريق للاتحاد الحديث عن تلقي عماد متعب عرض من ادارة نادي التعاون السعودي وبيقول الموقع انه متعب يفترض ان يعلن عن هذا العرض في الساعات القليلة القادمة بعد وصوله بشكل رسمي والحصول على موفقة لجنة الكورة على رحيله على صعيد اخر الموقع بيقول انه اقترب ميدو جابر واكرم توفيه لعباء الاهلي من الرحيل لنادي الاتحاد السكندري على سبيل الاعارة بعد ان طلب محمد مصلحي رئيس النادي السكندري الشقيق ضم اللاعبين يعني انا بس عايز اعلق ينتظر ان يصل عرض ايه المصدر الكلام بالشكل ده وسائمنا هذا النوع بالاخبار واعتقد ان مثل هذا النوع بالاخبار بيشكل مش بس ضغط على الاهلي وعلى اللاعب نفسه ايه كل اسبوع فيه كلام على ان العروض وامتعاض يا جماعة لا يمكن متابعة كرة القدم على هذا النحو لا يمكن اما يكون في عرض ان تقال صرح فلاني فلاني ان هناك عرض من النادي الفلاني لفلان يتم بحثه وبعدين يقول لنا اتقابل ولا ترفض لكن يه انتظر ان يصل يعني يه انتظر ان يصل الحرض يعني ده كلام مرسل سعيد اخر اقترب السناء ميدو جابر هل هناك عرض من نادي الاتحاد سكندري فعلا بالاسمين دول يبقى يتقال كده تقدم نادي الاتحاد السكندري بعرض لاستعارض فلان وفلان والاهل يدرس الموقع انما برضو دي ترشحات الموقع ولا دي توقعات ولا مش في اي اتجاه ما تخليني اقعد انا في موقع الصحفي وانت في موقع المسؤول في الاهل ما هو الصحافة والاعلام والمواقع كتير لم يبقوا يعني معذورين النادي ما بيطلعش يقول تلقيت عرض علشان كذا وكذا والنادي اللي قدم عرض ما بيقولش ما بيقولش لا يقول يبقى ما فيش حاجة اصبص ايبراهيم انا لأ فكرة وانا جزء مني اعلامي جزء مهم مني اعلامي انا مش مش كل يوم يقزق بالزق وبعدين لما تصدف مرة طيب انت صح يكون الناس ابتدت تكاذب ما تصدقش ان الزق بجاي وياكلهم ما ينفعش هذا الكلام ده مش في مجال غير ان الناس ترغي وهل هو الهدف ان الناس ترغي وخلاص وبعدين في ناس تقبل وناس ترفض وناس تهاجم وناس تدافع ونخش في حالة مش حقيقية لا انا انا مش ده الاعلام اللي اتمنى اتمنى الاعلام ما تتكتب كده يا تردد من مصدر كذا انا فلان كذا وكذا هي عموما برضو خد بالك احنا ممارستنا فيها كتير من الهواية لانه الاداء الاعلامي الجاد انه حتى لما تبقى معلومة عند جورنان او عند موقع او عند برنامج وما يقدرش يتأكد منه يقولك ولم يتثنى لنا التأكد من صحته حتى فكرة ايه انباء تتردد انباء تتردد انت كده بتتردد اشعاعات لكنه حتى لما انت بتذكرها بقولك لما يتثنى لنا التأكد من صحته على اساس تنفي عن نفسك انما اللعيبة دي كلها اللي بتتردد اسميها ده مش ضغط عليها طب النهاردة لواحد منه منزل ماتش بكرة حيندل بأي مزاج واي ضغط هو عموما فيه خبر تاني برضو في موقع كرة انه فيه اتنين نشئين ايضا في فريق الشباب يوسف علاء ومحمد حسين جاي لهم عرض من الانتاج الحربي حتى نهاية الموسم وبيقول للموقع انه كابتر حسين البدري وافع على رحيل السنائي بشكل رسمي كما قرر تأجيل حاسم مصير الرباعي احمد رمضان بكهم وكريم وليد واكرم توفيه احمد ريان وتلقى الاهلي عدة عروض للرحيل لمعظم هؤلاء اللعبين احمد ياسر ريان في قيمة المباراة بكرة طيب وبيلعب في مباراة الاخير من يقول هذا الكلام لما احمد رمضان اذا كان هو بكهم حنقل شيئا استاذ الرحيم حد طلع من الانتاج الحربي قال تقدمنا الى نجيب حد من الانتاج الحربي ونسأله ايه رأيك فكرة نجيب كابتر المختار هل تقدمت باستعارة احد ياريت تجابولنا كابتر المختار على التليفون نعملها تجربة على الواقع اذا كان قال ايه يبقى داتا صريح وهو في انتظار الرد ومين الاسماء وهل الاسماء دي مرحبة ولا مش مرحبة نعم نفس الولاد ليه امرأة صحية فعايزين مرة نتكلم اما ندي معلومة للناس ما نديهاش في شكل اشاعة طب خد دي بقى هيا خد الكبيرة ان سبورتنجليشبونة بيسعى لضم جونير اجيه ده بحسب اليوم السابع ايضا لا حول الله رب استطلع مسؤول سبورتنجليشبونة البرتغالي رأي نظراءهم بالنادي الان في ملف بيع نيجيري جونير اي هنقول نفس الكلام خلال فترة انتقالات الشتوية خاصة ان عدد من كشاف النادي البرتغالي توبعونا اللاعب منذ فترة اللي قرر في النادي دخول في موفادات مع النادي لضم اللاعب وتلقت ادارة النادي اتصالات ودية من برونو دي كيار فاليو رئيس النادي البرتغالي يعني تلقت ادارة النادي من رئيس النادي مين في ادارة النادي رئيس النادي هتكلم مين قد كده لم قلالها رغباته في ضمه بعد ان نال اعجاب الجهاز الفني بعد مشاهده في دوري ابطال افريقيا الاخيرة مطالبا ادارة الاهلي بتحديد مطالبها المادية لبيع المهاجم الناجري شو بقى بقيت الخبر بقى اللي بين في الخبر ويتحفظ مسؤوله الاهلي بشكل كبير على الرحيل اجايي خاصة انه واحد من ابرز عناصر الفريق اللي امرز سبب في رفض اكثر من عرض رحيله ابرزه من اتفاق السعودي ودين مكيب الاوكراني ما هو الهدف من هذا الخبر في رأيك شوف مش بالضرورة يبقى النية سيئة شغل صباب شغل وكلاء مش نية سيئة لكن اداء سيئ اداء سيئ اداء سيئ ما انت اجايب الناس ممكن تطور بتقولك ما هو اخر مطشان عشان كده دماغه مشغولة مش فيه ربط بالامور ممكن يطلع مفيش ولا كلمة من دي وانها صدفة مهم ما ينفعش كل ما لعيب يا تقالق من النادي الاهلي يجي العروض وكأن مصر ما فيهش غير النادي الاهلي مهم ده كلام انا مش باخده بحسن النادي بيزوقه عليك اللي هو كلام لا بيزوقه الاخبار هو بيقالك سرح مصدر ولا ولا اسم ولا اسم هنا تعرف تنخشو يعني ولا سرح فلان وكيل اللاعب كذا نجي ندهله ونتكلم معاه ونتحور معه ما فيهش اسماء قدامك هم هذي اخبار تنسب الى مصدر الاسم الوحيد رئيس النادي هم